او حابين تروح عمره لحالكم فهذا الفيديو كتير راح يفيدكم اول شي عملت فيزا سياحية عن طريق هذا الموقع وكانت تكلفتها 133 يور وطبعا عن طريق الفيزا السياحية بتقدروا تعمل عمره بعد حجز تيكت طيران من مطار ايند هوفل لمطار جده وحبيت ان يزور بلد جديد بنفس الطيران اللي راح فيه على سعودية فحجز تيكت طيران فيه ترانزيت 24 ساعة ببودابست ورحت فتت فيه بودابست اليوم كامل ونمتلل بالأوتيل وهي تفاصيل راح احكي لكم عنا بفيديو تاني التيكت حجزت عن طريق موقع سكاي سكانال بس راح تنصدمه من السعر لاني سعر التيكت كان زهاب اياب ب120 يورو بس تاني يوم رحت عالمطار اكمل طريق الى جده ولما توصلوا على جده لازم تكونوا حاجزين بقطار الحرمين لمكة المكرمة يلي هو افضل وسيلة مواصلات ممكن تستخدموها من المطار لمكة المكرمة او المدينة المنورة وفيكن تحجزوا التيكت بمحطة القطار نفسها بس الافضل انكم تحجزوا التيكت عن طريق تطبيق قطار الحرمين لاني بتكون ارخص ولما توصلوا على مكة راح تلاقوا بالرباصة بتنقلكم مجانا للحرم المكي وبالنسبة للأوتيلات فيكن تحجزوا عن طريق موقع بوكينج او تعملوا متل ما انا عملت وتروحوا مباشرة على الأوتيل وتحجزوا من عندهم